القرار التي أصدرته محكمة العدل العليا مساء الأربعاء ردا على الالتماسات ضد السماح لبنيامين نتنياهو المتهم بالفساد بتشكيل حكومة جديدة وضد الاتفاق الاتلافي بين حزبين لكود وأزرق أبيض أعطى الضوء الأخضر لعودة نتنياهو إلى سدة الحكم لولاية حكومية خامسة لكن هذه المرة بشراكة تامة مع خصمه في الجولات الانتخابية الثلاث الأخيرة رئيس حزب أزرق أبيض بني جانس نتنياهو وغانس الذين عقدا مساء الأربعاء اجتماعا جددا فيه الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة اتفقا على أدائهما القسم الدستورية الأربعاء المقبل الموافقة للثالث عشر من أيار مايو الجاري يمكن القول إنه ما لم تحصل مفاجآت ومن طرف نتنياهو تحديدا فإن سيناريو الذهاب إلى انتخابات رابعة في أقل من عام ونصف العام لم يعد مطروحا على جدول الأعمال هذا الاعتقاد تعززه التعديلات القانونية التي نجح حزب الليكود وأزرق أبيض في تمريرها في الكنيسة وإزالة كل العقابات القانونية والدستورية التي كان من شأنها منع تشكيل حكومة طوارئ ووحدة وطنية قائمة على قاعدتي الشراكة التامة بين الحزبين والتنوب على رئاسة الحكومة بين نتنياهو وغانس ما يجعل حكومتهما أشبه بحكومة برأسين القرار الذي كان متوقعا صدوره عن أعلى هيئة قضائية في إسرائيل لقى ترحيبا واسعا من اليمين الذي طالما هجم المحكمة العليا وانتقد تدخلها في المسار السياسي وفي المقابل أثار ردود فعل غاضبة وخيبة أمل في أوساط اليسار والجهات المعارضة لنتنياهو وللاتفاق الاتلافي مع غانس ترحيب اليمين الإسرائيلي بالقرار لم يحل دون استمرار التساؤلات حول تأثيره على وحدة بلوك اليمين الذي كان حصنا نتنياهو الحصين خلال المفاوضات الاتلافية بعد الجولات الانتخابية الثلاث الأخيرة في ضوء اعتراض حزب يمينة الذي يرأسه وزير الأمن نفتالي بنت على حصة حزبه في الحكومة عددا وتأثيرا موسيقى